اما في القصر كانت ام اتصل وكلمت احمد بي وقالت له على حال رباب وترجته ان هو يساعد رباب وفعلا وافق لانه راجل طيب جدا وكان قاد مع انس جزبنته وحكاله على وضع وساعتها انا تتأكد ان دي رباب حبيبته اللي شغلة باله من ساعة معرفة لانه جاب كل المعلومات عنها وقال له انا من رأي يا عم انك تتوافق وتجيبها البنت غلبانة واخوها حيظمها وانت وعمرك ما ترضى بالظلم وبعدين ممكن تساعد فيروس ان هي تتحمل البنات وكمان تتأقلم معها على جو البيت وفيروس ما تحسش بالوحدة وتكرر تمشي عندك حق انا اعتلم السواق يروح يجيبها النهاردة بالليل علشان تبقى مع فيروس وكمان تساعدها ضد مايا واخوتها لان البنت ممكن فعلا تساعد فيروس حس انا انه عاوز يقعد معرفة فترة طويلة لوحدهم علشان كده اتحجد وقال بقولك يا عم انا لحد دلوقتي مش عارفين مين من السواقية او من الحرس اللي ببلغ ماغي بتقول لي حاجة بقولك خليني انا اروح علشان لو امها عارفت بموضوع البنت دي ممكن تحذر اخوها وتعلي بالدنيا علينا وبدل ما السواني بعطوا يجيبها هو اللي يروح يقول لاخوها وممكن تعمل كده علشان هتحس ان البنت هتساعد فيروس انا هروح اجيبها وهقول لي ماهي ان انا طالع شغل وانت دار علي معاك حق يا بي روح اجيبها ربنا يعينا وفعل راح اناس البي عمد اهل وكانت موجودة رباب صاحبتي وامها والكل كان حسين وهنا ام استدوافت الاستاذ اناس وقالت له انت جايب نفسك يا اناس بيه تاخد رباب اناس لما لقاهم استغرابيه احاس ان هم ممكن يكشفوه او يكشفوا حب الرباب قال ايبا عم احمد هو اللي قال لي ايجا اخدها علشان انت عارفت طريق بالليل وممكن واحد من الحرس يزوغ او يستواء فعلشان كده عارف ان هكون امين عليها قال لي ايجا اخدها دي امانة والمفروض نحافظ عليها من اول ما تخرج من بيته ولا ايه يا تيت ام مفيروضي اللي هيكريمك يا ابن خلي بالك منه لغلبانه لولا الحظ شوي لولا الحظ شوي كنت قاعدتها هنا ومستفرتها خالص ما تخفيش عليها يا حج دي في عينينا وما تخفيش الحج احمد دي امانة غالية عليه وعلينا كلنا يلا يا انس الرباب علشان ما نتأخرش ومشيت الرباب مع انا اللي كان مش مصدق نفسه ان هي قاعدة معي وفرحون ان هو هيعرف يحميها اما فرباب فكانت فرحونة فهي ما تنساش ان هي مجذبة لانس من اول نظرة بس كانت بتلوم نفسها لانه راجض متجاوز وهي ما بتحبش تخرب البيوت وبتقول بينها وبين نفسها اعالي ارباب انت جربت ازاي بيتي تكخرب ما تخربش بيت حد اعالي الناس صموكي وشلوكي في عينيهم ما تبقش انت قللت الزوء وتخرق بيه بيت بنته اعالي كده واستعايز بلا من الشيطان الراجيب فاعت رباب على صوت اناس اللي بقولها الفلا حتنوم شكرا يا افساد انا والله مش عارف اشكرك ازاي ان انتو انقصتوني من اخويا وامراتو مفيش شكر انا مش عايز منك غير ان انت الصاحب السعادتك في اللي انا هقولهولي استغربت جدا وقالت فايروس مالها اساعدها في ايه وبدأ اناس يحكي لها كل حاجة عن ماهي وعن خوات جزها اللي عايزين يهربوها علشان يستولي على جزها وازاي ان جزها عمل حدث وان هي عايزة يستعده علشان يسق فيها وتخليه يسافر معاها من غير ما اخواته يعرف بدأ يحكي لها على كل حاجة وازاي تساعدني وازاي تحميني من اخواته وتقف معايا وتحاول تخلي بالها لو ماهي او واحدة من اخواتها عملت اي حاجة ليه وبعد ما خلصت حزنت جدا بعلايا وقالت يا ساتر يا رب هي فيه بناس بشعة كده هي الفلوس زي ما بقوله بتغير النفوس بقى فيه واحدة بدل ما اخوها بحبها تحبه عايزة تقزيه وان هستغرب ليه ما اخويا كان عاوز يباني الراجل عجوز عني يجيب عشرين سنة علشان الفلوس يا ساتر يا رب انا اسفة جدا يا استاذ اناس اني بتكلم عن مراتك كده بس بصراحة لقيتها انسانة مستفزة جدا بدل عندها الاب والزوج والابن والايلة الحلوة اللي يتمنها اي حد تعمل كده ولا يهم انت معاك حق في اللي قلتيه بس ماهي ورثة الحقد من امها من وهي صغيرة هي واخواتها امها زرعت فيهم الحقد والكر والله يخايف ماهي تزرعه في ابني وفي ولادي علشان كده بحاول ابعد المهم قلتي ايه هتساعد صاحبتك اكيد طبع هساعدها وهوقفهم عند حدها هما ما يعرفوش مين هي يا رباب انا اه ابان ضعيفة وكل حاجة بس ساعة محدة هيجي على حد بحبه حاكله بسنان ما تزعلش مني من اللي هعمله لا يا ستي من الزعلان افرميه خلوهم يتربوا حربيه بس انا عندي خطة عايزة يا عمك ماعليش اللي هيشوفنا هيقول طماعه بس لا لازم علشانه يربيه يكتب حاجة في البيت لفيروس علشان ساعة ما يتكلمه يكون فيروس لها حق وانا اتكلم بالنيابة عنه فيروس هتكون خايفة حتى لو لها حق تتكلم بس انا لو اتكلمت وفيروس ملهاش حاجة في البيت هتردوني بكل بساطة وهيقولوا ده بيتنا وانتي خدامي بس انا علشان اتكلم وقف في ظهر فيروس لازم فيروس يكون لها حاجة والله ده مش طمع مني بس علشان اقدر اوقفهم عند حدها على فكرة اقامي ناوي يعمل كده وهيخلص الاملاك هيديها جزء الفيروس زيها زي ولاده كلهم هيخلوهم زيهم زي بعض في البيت وفي الشركة انت ممكن تستعيني بنصيب فيروس في البيت وتعرفيه بس الشركة وبقية الاملاك لأ علشان مش يحاولوا يقتلوها انا ما يهمنيش اي حاجة غير نصيب فيروس في البيت لو قوضى واحدة علشان لما ييجي يتكلموا اعرف وقفهم عند حدها واقول لهم ده بيتهم دوروا انتوا بقى على بيتك معلش حزعل مراتك في الحتة دي بس ما تزعلش مني انا والله هيكون قصدى وقفها عند حدها ولا يهمك يا ستي كان بيتكلم بحب وابتسامة وهي بدلته نفس الابتسامة ونظرات الحب وصرحت فيه وقالت معقول تحبني معقول تسين مراتك بس هي في المراتك من حكاوة عنها ان هي ما بتهتمش غير ان هي ازاي تخسر ابوها واخوها حتى ابنها مش مستعمية بيه ممكن يحبني ويخليني انا ام الابن اللي انا اتحرمت اقول منه انت بتقولي ايه يا رباب حرام عليك مهما كانت ستة وحشة بس اكيد بتحب ابنها وانت اتحرمت ما تحرميش حد من السعادة دي اقعد سك اما هو كان ببصلها بقول ياه لو تبقي حقيقية كده بالطيبة دي كلها اه لو ينفع انا وانت ربا مع بعض ونتجوز نفس حس ان حد بحبيني مش هدفه بس انه ياخدني علشان مصلحته نفس حس بالامان انا وابنه نفس حس ان عندي عيلة يا رب هون الايام دي اما عندي فيروس كانت داخلة قوضة قاضي ليه بعصير واكل من اللي بحبه رماعه على الارض وقاعد يزعق لها ويقول بغضب انت ازاي تخشي هنا مش هانا اقيل لك ما عنديش تيجي هنا مش عايز اشوفي انت عايز اختي تزعل مني انت شريرة ووحشة انا بس يا قاظم كنت جابالك الحاجات اللي بتحبها تماتك وانت بتقول للدادة وهي مش جابتها له علشان كده مش عايزك تزعل مني ولا عايز حد يزعل مني انت كدابة ووحشة وهقول لي اختي تتردك برا البيه اطلع برا قط اطلع وهنا عايزت فيروس بدموع فهو وهو عائل هنا وهو مش في طبيعته برضو بهنا ليه مش بحباه قاعدت طعايته هي وقفت بصيله بصم هنا قلبه تهزب قلبه طفل مش حابب حد يزع اتحول غضبه لحزن وقرب منها وقال لها خلاص ما تعيطيش حقك علي ما عنتش هزع علي ما تعيطيش بقى مساها الدموح وبصيت له بابتسامة وقالت له انا مش عايزة حاجة يا كاس غير ان انا وانت نبقى اصحاب انا وانت نبقى بنتكلم حلو ونلعب حلو مع بعض زي ما بتلعب مع مودي ويبقى انا وانت ومودي مش عايزة حاجة غير كده قول يا سيدي لو انت خايف من مهي اختك بعد ما تمشي تروح الشوك نلعب سوي ولما تيجي مش تكلمي وهي دلوقتي بر خلينا نقعد مع بعض شوية ونتكلم ورأيك احدي لك حدوتة كمان انت طيبة قوي يا فيروس ماشي بس سوعي تقولي المايا حاجة اصلي تزعى وتفضل تزعى مش حقوق تعالى يلا نلعب سوي وفعلا قعدوا مع بعض وقعدت فيروس تحكيله حواديث وتحكيله حاجات حلوة ويلعبوا ويتحكوا وهو كان مبسوط جدا بصحبة فيروس كان حاسس ان هي زي يومك وهي كانت تحكيله حبيبها وزوجها وابنها علشان كده كانت فرحانة معاه وقعدوا يلعبوا ويتحكوا ويهزروا الوقت فويل جدا وبعد وقت نم كاث وفيروس دلسة متبص عليه وقالت بحب والنظرات كلها شوق امتى هترجع يا حبيب امتى هترجع كاثم الراجل الاعمال المشهور تعرف على قد ما انا مش عايزاك ترجع علشان كده احسن في علاقتنا وفرحانة بقرب منك على قد ما انا عايزاك ترجع وخايفة خايفة لما ترجع تسيبني معيني متأكدة هو انت هترضى بواحدة جهلة زي تكون مراتل بشمهندس قازم اشهر راجل اعمال في الوطن العربي برغم صغر سنك هتقبل بي عمرك ما هتقبل بي انا فرحانة ان انا بقدي معاك الوقت ده وانت حبيبي وابني وروحي واخويا وكل حاجة لما تفوق مش حبقى ولا حاجة بالنسبالك بس هتفضل لي يا حبيبي وابني وروحي وكل حاجة انا زعلانة لان في يوم مضطريني تفترق بس يصدقني هفضل فرحانة لاني هكون معاك واحدة بواحدة هكون معاك خطوة بخطوة بس يصدقني هكون بتمنى اليوم اللي تفتكر فيه بس لحظة حلوة مع بعض انا مخنوقة ومتدايقة بس رغم كده بادع انك ربنا عيش فيه على رغم ان انا اللي هتوجع وانت هترجع على طبيعتك بس برضو لازم ربنا عيش فيه يلا هقوم انا يا نور عناي وفي قوضة ماه كانت قاعدة هي واخوتها قاعدين عاوزيني يا رفو هي بتفكروا في ايه او واحدة اللي دايما بتساعد ابوها قالت يا ترى بتفكري في ايه يا ماهي دايما لما يكون فيه نصيبة هتعمليها وما بتقوليش بيبقى الهدوء بالغضب اللي على وشك ده يا ترى بتفكري في ايه ربنا يصدق ويرحم قاظم من شرك لان انا عارفة ان شرك ملوش غير نفس شر امك اللي زرعت فينا نفس الحقد والكره بس انا ربنا رحم بيا ولطفنا وزرع في قلبي الحب ربنا يصدق وفي الاخر واحدة في الثلاث بنات اتكلمت وقالت في ايه يا ماهي قعدة كده ليه ولا بتكلمينا ولا بترد علينا مالك مفيش بخطط للنصيبة اللي احنا فيها ومحدش حاسي بخطط ازاي حنخلص منها ارتحت كده طيب يا ماهي نويا على ايه لسه معرفش لسه بخطط وبفكر واقولكم ايه سيبوني علشان الادماغي مصدعها بس انا نفس اسألك سؤال هو انت بتعودي هنا على طول وهدومك هنا ومال الجناح بتاع يونس ما بتعوديش فيه معايله هو انتوا بينكم مشاكل بص يا حبيبتي انا وانس بقامة اكتر من سنة من في الصين عايز اقولك على حاجة انا بقبلهوش من يوم ما اتجوزت واللهي سامح ابوكي دايما بيدمر كل حاجة قال له هتتجوزي لا اما اضطريت اتجوزه لان عارفة ان ابوكي بحبه وحيفضل ما قاعدنا هنا في البيت وعلشان اعرف كل حاجة في الشغل بس اطريت جوازه باب ما عملتش قرران انا اتملت بعين يقول لي يا ماما يا ماما يا ماما وغير كده شباب يروح ولا عارف افكر ولا عارف احب ولا عارف انتقل فا بقولك ايه سيبيني علشان انا مش طيقة نفسي اتكلمت البنت اللي مليانة طيبة وقالت في بينها وبين نفسها يا عيني عليك يا انا حبيت واحدة ما عندهاش قلب حبيت واحدة بتكره الكل حتى نفسها حتى ابنها اللي المفروض تحبه بتكرهه يا عيني الدنيا بتدي الحلق تلبيه لو داي اداتك انت يا ماها الزوج اللي بحبك وكمان الطفل وانتي ولا هنا يا رب ما تكتب عليها ان هي تتحصر على دا كل بعديه فوقها يا رب قبل فوات الاواه طيب يا ماها حنقوه بعد اذن اما في الفجر كان البيت بخبط جامل وكأن في كارثة على بيت ام فيروس كانت وقفة هي ام مرباب وساعتها ام فيروس قالت يا ساتر يا رب من اللي بخبط كده انا هراح اشوف ميه وانت خش الجوه يا ام مرباب علشان لو كان ابنك ولا حد من تبعك اقول لهم ما شفتش حاجة يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب دا كأنه اللي على الباب اتهبل فا اهجل انا خايف اسيبك لوحد تعالي نفتح ساوا انت بتقولي اي ام مرباب خش جوه استخب بسرعة في اي مكان محدش يلمحك علشان لو حد دخل وضاوة علشان لو دا ابنك ولا حد من تبعي ما يقولوش بالوة بنتها هربته هي هنيه يلا خشي خشي يا حبيبتي وانا رايح اشوف مين اللي على الباب ولحد هنا احلى متابعين في الدنيا دي كلها يكون انتهت حلقاتي تفتكروا معي مين اللي بخبط على ام فيروس بالطريقة الوحشية دي يا ترى اهل رباب ولا حد تبع ماهي جايين علشان يصفح ثابتها مع امها الاول طب تفتكروا معي رباب هتعمل ايه مع ماهي واخوتها ويا ترى فعلا هتقدر تساعد فيروس ولا لا ويا ترى فيروس فعلا هتفضل زوج القاسم ولا قاسم حيفوق من تعبه وساعتها هيتردها بره طب تفتكروا لو ابوها كتب لها نصيب في الشركات والاملاك زي ما انس بقول هيتقدروا يتردوها ولا ممكن يقتلوها نستنى رأيكم في التعليقات وبتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم واذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجارة ترجمة نانسي قنقر